حكاية تانية عدت النهاردة كده ايه مرور الكرام عدت يعني لاحظت النهاردة انا بتابع مواقع وصحف وناس بتتكلم عن الموضوع دوت عدت كده خبر عابر بس انا بصراحة ما اعتبرتوش خبر عابر وهقولكوا ليه فيه قناة فيه قناة انجليزية مشهورة هي واحدة من اكبر القنوات الرياضية في العالم في العالم حطت بتصويت الجماهير محمد صلاح ضمن التشكيلة الافضل في تاريخ البريمير ليج في تاريخ البريمير ليج بيتي سبورت واحدة من اهم القنوات في العالم مش في انجلترا بس في العالم بتصويت الجماهير محمد صلاح ضمن هذه التشكيلة الافضل في تاريخ البريمير ليج التفاهم احنا كان نفسينا لاعيين مصري يلعب في البريمير ليج بقى عندنا لاعب مصري في تشكيلة الافضل في تاريخ البريمير ليج اسماء عظيمة وتاريخية عدت على هذا الدوري الكبير الدوري الانجليزي ومحمد صلاح في هذه التشكيلة لو التشكيلة جاهزة معنا هنعرضها هنعرضها لحضراتكم عشان نشوفها مع بعض يلا بينا يلا بص مين بقى بص العسماء عشان تعرف محمد صلاح بين مكانته اول حاجة حراسة المرمى الاسطورة بيتر شمايكل حارس منشستر يونايتد الاسبك ريو فردند في خط الدفاع جامي فان لايك وجاري نيفل زهير منشستر يونايت الاسبك واشلي كول زهير ايسر شيلسي الاسبك كيفين دي براين في وسط الملعب والاسطورة اسطورة ليبربور ستيفن جيرارد في نص الملعب الجناح الايسر تري هنري لاعب ارسناليس الاسبك والمنتخب الفرنسي قدامه في الكبير المهاجم الكبير الاسطورة الان شيرر المهاجم الانجليزي مهاجم نيو كاسل الانجليزي وعلى اليمين محمد صلاح لا 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 اغضوا فراجوا شوية عالتشكيلة معلش لو نعرضها تاني انت انت متخيل انت متخيل التشكيلة انت متخيل الاسماء العظيمة اللي في التشكيلة انت متخيل محمد صلاح فين انا مش مش انا اللي عاملها مش انا اللي عامل التشكيلة دي مش موقع صغير في انجلترا مش جورنال صغير في انجلترا دي اكبر قناة في انجلترا واحدة من اكبر القناوات الرياضية في العالم في العالم انت بتتكلم في حدث استثنائي ما ينفعش يعدي كده دي ما تقلش ابدا عن جواز كتير خدها محمد صلاح انت متخيل يعني ايه جماهير انجلترا جماهير العالم يختاروا محمد صلاح في التشكيلة الافضل في تاريخ البريميا اللي يجي تفرج على الاسماء بيترش مايكل وريو فردنان وفندايك واشلي كول وجارين نيفل وجيرارد وبييرا باتريك بييرا ويه اسماء عظيمة ويه اسماء كبيرة وكيفين دي بروين تري هنري وآلان شيرر يبقى معهم محمد صلاح ايه ده ايه الجمال ده ايه الروعة دي ده خيال خيال والله خيال انت متخيل ان التشكيلة دي انت متخيل ببساطة انا هقولك اسمين كده هم اللي جون في بالي الوقتي اسمين ايه هقولك تبت اربع اسماء مش موجودين في التشكيلة دي عشان تعرف حجم الاعجاز وحجم الروعة يعني مثلا مثلا يعني مفيش فانستر روي مفيش كريستيان ورنالدو مفيش وين روني مفيش رايان جيز مفيش بولي سكولز مفيش دي ديد روكبة مفيش اسماء عظيمة وكبيرة عدت على البريميال ليج وفيه المصري الكبير محمد صلاح ايه ده ده حاجة في منتهى الفخر حاجة ترفع يعني راسنا لسابع سماء الموضوع مش هيل الموضوع مش عادي انت متخيل اللي بيعمله محمد صلاح انت متخيل ده مش مجرد لعب بيقدم موسم ولا اتنين كويس وهيعتزل خلاص لما هيجي يعتزل هيتقال ان الراجل ده من اعظم اللعيبة اللي لعبت في البريميال ليج لا ده ممكن يتقال اعظم لعبي البريميال ليج على مر التاريخ مش ببالغ يعني مو في القائمة انت متخيل الاسماء اللي موجودة فيها محمد صلاح بس حبيت يعني اتكى على الخبر ده النهاردة اتكى عليه قوي انا النهاردة بفتح الفيديو بفتح الفيديو بتاع قناة بيت سبورت وبقول لا لا ممكن ما تبقى الصحيح لا قريت الاول الاخبار بس قلت لا ممكن ما تبقى الصحيح او لحد شاف الموضوع غلط محمد صلاح مش مش شكا في محمد صلاح بس قلت يا حب هو بجد هو الحلم بقى واقع كده هو الحلم بقى حقيقة كده فلقيته فعلا بشغل الفيديو ريوفر انت واقف ومع الموزيع وضيف اخر ووقفين بيتكلموا وبيبصوا على التشكيل اللي اختاروه الجماهير اللي اختاروه الجماهير جماهير انجلترا جماهير العالم محمد صلاح هو الجناح الايمن في هذه التشكيلة تحرف فيه لعيب مسلا مسلا يعني زي دينيس بيركم فاكرين دينيس بيركم نجم ارسنل وقسطورة ارسنل والمنتخب اليوناندي مش موجود في التشكيلة مش موجود محمد صلاح موجود وين روني ده عمل عمال عمايل في انجلترا مايكل اوين ده عمل عمال عمايل عمايل في انجلترا عد بقى عد وأسماء جون تيري مش موجود مدافع العظيم هتقعب بقى هتعد في أسماء ومكاليلي مش موجود في التشكيلة مكاليلي مش موجود في التشكيلة يعني تشكيلة فيها 11 لعب بس فيهم محمد صلاح بريمير ليج اللي مر عليه أساطير كثيرة وكثيرة مئات مئات الأساطير محمد صلاح هو في القائمة المختصة من 11 لعب التشكيلة الأفضل في تاريخ البريمير ليج نقطة كده ايه ونكمل مع محمد صلاح إنجازات عظيمة وبتخلص